افتتحت النسخة السابعة من كاس أمام إفريقيا للعبين المحليين بالجزائر وبحضور جماهير غفيرة بملعب الجديد نيلسون مونديلا ببرقي وأعلن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الانطلاق الرسمي لمنافسة الشام بالجزائر حيث شهد الافتتاح حضور العديد من الشخصيات يتقدمهم رئيس الفيفا جيانيان فانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي بالإضافة إلى حفيد نيلسون مونديلا زويلي فيليل وكل رؤساء الاتحادات الإفريقية وعدد من أساطير القارة يتقدمهم رابح ماجر التونسي كريم حقي والنجم الطوغولي أديبايور ولعب نيجيريا سابقا جيجي أوكوشا وغيرهم